أعلن مزير الصحة والأبو فعور بعد لقاء وافد من نقابة مستوردي الأدوية أنه النقابة ما عندها اعتراض على أي تخفيضات تخفيضات أسعار الأدوية ونفى الإشعاعات عن وقف استيراد أدوية معينة القرار تخذ أرسل إلى مجلس الشورة وهو قرار يعيد تسعير نعيد النظر بأسس تسعير الدواء في لبنان خصوصا الأدوية الباهضة الثماء والذي سيؤدي إلى حفظ كبير في أسعار الأدوية أقوى الاقتصادات بالشرق الأوسط من ناحية نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا التقرير أقوى الاقتصادات بالشرق الأوسط من ناحية الناتج المحلي كشف عنا صندوق النقد الدولي بأحدث تقاريره وتصدرت كل من قطر والعراق الدول المصدرة للنفط بالمنطقة كأعلى نمو للناتج المحلي بال2014 منسبة 6% تقريبا أما الدول غير المصدرة للنفط فتصدرتها المغرب مع توقعات أنه يسجل للنتج المحلي 3.9% بال2014 وراها الأردن منسبة 3.5% وإجا لبنان بالمرتبة السادسة وبحسب صندوق النقد الدولي نسبة النمو راح تستقر على الـ 1% هالسنة أي النسبة نفسة يلي حققها العام الماضي بعد ما تعدى النمو العشرة بالمية بال2009 فالحرب بسوريا بعدها بتأثر بقوة على لبنان فضلا عن عوامل أخرى مثل تفاقم التوتر الطائفة وتراجع الثقة والضغوط المتصعدة على المالية العامة إلا أنه الصندوق توقع تعافي الاقتصاد اللبناني وارتفاع النمو إلى 2.5% اعتباراً من 2015